خطفت الفنانة مايا طلام اعجاب متابعين مسلسل عائدون واللي ظهرت خلال الحلقة الستة من المسلسل وقت محاولة النجمة امير قرارة تجندها في المسلسل واللي بتأدي فيه مايا دور سارة بعد اداءها المبهر خلال الحلقة ظهرت تساؤلات كتير عن مايا وعن نشأتها في البداية خلينا نعرف ان مايا طلام بتجسد في مسلسل عائدون شخصية سارة واللي بتدير مقهل الامار وهي المسؤولة عن امداد داعش بالمبالغ المالية والزابط عمر اللي بيجسد شخصيته الفنان امير قرارة بيحاول يجندها علشان يعرف مصادر التمويل ويعرف كل التفاصيل عن داعش الدور ده يعتبر المرة الاولى لمايا طلام في المشاركة في الدراما المصرية وتعتبر اغلب مشاهدة خلال المسلسل بتشارك فيه النجمة امير قرارة مايا خلال تسريحات صحفية قبل عرض المسلسل ابدت اعجابها بالدراما المصرية واكدت انها تشرفت بالمشاركة مع النجمة امير قرارة ترشيح مايا للمسلسل كان من خلال احدى وكالات الكاستنج في اوروبا ودي مهمتها ترشيح الممثلين الاجانب للمسلسل خلينا بقى نتعرف عن اربعا مايا مايا طلام هي ممثلة تونسية ايطالية ولدت في تونس من اصحاب برج السرطان اما عن حياتها العاطفية فهي لم تتزوج حتى الان مايا عندها اكتر من مليون ونص متابع على انستجرام مشهور عنها انها بتهتم فقط بعملها وانها بتسعى بشكل كبير علشان تنجح في اوروبا عاشت كل حياتها في ايطاليا وتحمل الجنسية الايطالية لذلك هي تونسية الاصل ايطالية الجنسية وبتجيد اكتر من لغة منها الايطالية والانجليزية والعربية والفرنسية بداية مايا في التمثيل كانت من خلال السينما والتلفزيون الايطالي عام 2012 عن طريق مشاركتها بطولة مسلسل لا تقتل واللي قدمت فيه شخصية بنت مسلمة عاشت قصة حب مع شاب ايطالي المسلسل حقق نجاح كبير على التلفزيون الايطالي عشان كده عملوا جزء تاني للمسلسل وتشهرت من خلاله مايا طلا بعدها قدمت مسلسل تاني بعنوان خطوة واحدة من الجنة اربعة وقدمت كمان دور مصممة ازياء في مسلسل جمال المرأة الكنالة وكمان شاركت بمسلسل الله يوفقنا اما في السينما شاركت مايا في فيلم كل شيء جميل جدا قضيفة شرف وكمان شاركت في فيلم القط والقمر وقدمت برنامج بعنوان واحد ضد واحد قدمت خلاله شخصية جاسيكا ألبا مع المخرج جيري سكوتي وهو من أهم المخرجين في إيطاليا وشاركت مايا مع الفنان عمر سعد في فيلم حملة فرعون ومؤخرا انتهت مايا من تصوير فيلم الماعز وخلال الفترة المقبلة بتستعد مايا لتصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد مع النجم العالمي جون ترافولتا اشتركوا في القناة